اشتركوا في القناة وكان عملية واسعة لتحرير بيحان وعسيلان من الميليشية أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأم المتحدة عبدالله المعلمي أن وفدا من الحوثيين زار المملكة للتفاوض والذي أسفر عنه هدوء على الحدود وتبادل للأسرع وأشار المعلمي إلى أن اثنين من الحوثيين حضر محادثات سلام سرية في المملكة في وقت سابق من هذا الشهر مضيفا سوف نواصل فتح أيدينا وقلوبنا للحوار مع الجميع وقال المعلمي في حال طلبت الحكومة اليمنية مواصلة الحملة العسكرية فبالطبع سنفعل وصل إلى العاصمة صنعاء المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ غدا تلقائه بالرئيس عبدربو منصور هادي في الرياض وقال مصدر في مطار صنعاء أن المبعوث الأممي وصل إلى العاصمة صنعاء برفقة عدد من مستشاريه غير أنه لم يدلي بأي تصريحات صحفية لدى وصوله المطار وبحسب مصادر سياسية فإن المبعوث الأممي سيلتقي قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع وقيادات من ميليشيا الحوتي وفي سياق متصل قال الرئيس عبدربو منصور هادي أن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل مع الميليشيا وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ونقلت وكالة سبع الرسمية تأكيد هادي خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والد الشيخ أن عليه على أن السلام الدائم هو ما سيجنب اليمن ويلات الصراع مؤكدا ضرورة أن يعمل الجميع على تحقيق الأمن والاستقرار على صعيد متصل أكد رئيس الفريق الاستشاري الحكومي في المشاورات الدكتور عبدالله العليمي أن التأخر في انطلاق المشاورات المقبلة هو نتيجة عدم جهزية الميليشيا وحلفائها وأوضح العليمي أن الحكومة جاهزة وجادة للحل السياسي السلمي المستند على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 22-16 وأنها تتعاطى بمسؤولية كاملة مع المساعل الأممية للحل السياسي ليست أول زيارة له إلى صنعاء منذ تسلمه مهامه الرسمية كمفاد أممي ولد الشيخ أحمد في زيارة جديدة لبحت ميات الميليشيا في جنوح للحل السياسي جدول حافل ينتظر من قادم للتشاور معهم بفئن السناف المباحثات بينهم وبين الحكومة محادثات أخرى أم محاولة أخيرة لإيجار تسوية تحل سياسيا ما يجري حله عسكريا بكلفة باهظة هي دعوة أممية باركتها واشنطن وموسكو ووافقت عليها الأطراف اليمنية بإجراء جولة جديدة من المباحثات محورها القرار الدولي 22-16 ينص القرار على انسحاب المسلحية الحوثي ومن معه من جميع المدن التي استولوا عليها بالسلاح وأن يسلموا الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش من بينها استخدام القوة لكنه لم يتخذ شيئا حراك سياسي يتزامن على استمرار نزيف الدم في مناطق عدة من البلاد وبينما تقترب معركة تحرير صنعاء أكثر فأكثر من الحسب تتمنى الأسرة الدولية للمباحثات أن تنجح الحكومة وافقت ومنطقها ألا خسارة من المحاولة وقال الرئيس هادي إن كل الأبواب مفتوحة لتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجة مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ليس المهم انتقاء مكان عقاد المباحثات يقول وفد الحكومة التفاوضي المهم أن تطعطى الميليشيا بمسؤولية مع المساعد الدولية فالتأخر في انطلاق المشاورات يرجع لعدم جاهزية الإنقلابيين للحل السياسي وبغض النظر يترقب الجميع أداء الميليشيا التي يضيق عليها الخناق فلعلها فرصة أخيرة للنجاة وبأقل قدر من الخسائر ارتفع عدد الضحايا المدنيين إثر القصف المدفعي الذي شنته الميليشيا على عدد من الأحياء السكنية في تعز إلى أربعة شهداء بينهم امرأة وبحسب مصادر محلية فإن القصف طال أحياء وسط المدينة وقرى سكنية في جبل صبر والضباب ما تسبب بإصابة تسعة عشر آخرين بينهم نساء وأصال ولا تزال الميليشيا تواصل قصف الأحياء من مناطق تمركزها شمال وشرق المدينة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة وفي تعز تشهد منطقة إلهان في الجهة الغربية معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتطل منطقة إلهان الخاضعة نسبيا للميليشيا على مناطق مهمة حيث تحاول القوات تحريرها لتأمين المنطقة الغربية كليا مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل نحن الآن في منطقة دار الأحداث حيث تدور مواجهات عنيفة هنا في جبل الهان الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي وصالح وهي المنطقة الفاصلة ما بين ريال المقاومة الشعبية والجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هناك منطقة القبل الإيريال الذي تسيطر عليه المقاومة فيما تحاول الميليشيات الانقلابية إحكام سيطرتها بالكامل على هذا القبل وللحديث عن أهمية هذا الموقع الذي تسيطر الميليشيات الانقلابية على أجزاء واسعة منه ينضم إلينا هنا القيادة الميداني جعفر دماغ ليحدثنا عن أهمية هذه المنطقة تدور الآن بيننا وبينهم معارك قوية وعنيفة وبكافة ما على المسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة كون قبل الهان منطقة أو قبل استراتيجي هام يطل على منطقة الثلاثين وكذلك على الدفاع على اللواء خمسة وثلاثين وكذلك على حذران والربيعي وهي منطقة إمداد لهم وإسناد لهم وكذلك على حدائق الصالح والسقن المركزي والمنشآت أو شركة النفط ودار الأحداث إذن لا زالت الشباكات مستمرة هنا ولا زالت الميليشيات الانقلابية تستميت من أجل إحكام سيطرتها على هذا الموقع فيما يتصدى لهم رجال المقاومة الشعبية مسنونين للجيش الوطني في محاولة لمنعهم من التقدم وإحكام سيطرتهم على هذا الموقع عمزة أميد قناة بلقيس وفي السياق ذاته أعلنت المقاومة الشعبية في تعز أن 17 عنصرا من الميليشيا قتلوا وأصيب آخرون في المعارك الدائرة ساعة الماضية في أنحاء متفرقة من المحافظة وشهدت مناطق ثعبات والكمب وكلاب شرقية المدينة والأربعين والزنوج شمالية المدينة مواجهات عنيفة بين الجانبين أصفرت كذلك عن مقتل عنصرين من المقاومة وإصابة 15 آخرين على صعيد متصل قتل أركان حرب اللوى 35 مدرع العميد محمد العوني أثناء تصديه مع عدد من أفراد اللوى لهجوم شنته الميليشيا على مقرهم وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت هجوما كبيرا على البوابة الغربية لمقر اللوى وتم التصدي له بعد التحرير تعز تقاوم من جديد المعارك لا زالت على أشدها في محافظة تعز فالجبهة الشرقية تشهد مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة وقوات اللوى 35 مدرع من جهة أخرى حيث أكدت مصادر ميدانية أن الميليشيا والقوات الموالية لصالح شنا هجوما على البوابة الغربية لللوى 35 سقط على إثره أركان حرب اللوى العقيد محمد العوني أثناء تصديه للهجوم منطقة حذران الواقعة قرب مقر اللوى هي أيضا تشهد اشتباكات عنيفة من ناحية الشرق وتعز التي تعد نقطة ربط شمال اليمن بجنوبه هي الأخرى تمثل مركزا هاما لانطلاق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه محافظات مهمة يسيطر عليها الحوثيون مثل الحديدة وإب وذمار والبيضاء وصولا إلى العاصمة صنعة ويعد إهمال الحكومة تقديم تعزيزات عسكرية لرفض قوى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المتمركزين في الجبهات القتالية بعد مرحلة تحرير المحافظة هو العامل الرئيس لخلق تلك الهوة التي تستغلها ميليشيا الحوثي وصالح لإعادة تموضعها على نفس الجبهات بغية إعادة وضع الحصار المطبق على المدينة ترجمة نانسي قنقر ومعنا من تعز رئيس العمليات في اللواء 35 مدرع العقيد عبد الملك الأهدل سيادة العقيد أهلا بك معنا في هذه النشرة ما هي تفاصيل الهجوم على قيادة اللواء واستشهاد العميد محمد عون سيادة العقيد هل تسمعني؟ إذن يبدو أن الاتصال غير جاهز بسيادة العقيد عبد الملك الأهدل سنعود بالاتصال بالتأكيد لاحقا قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج إن البلاد تسير إلى انفراج كبير وانكسار للميليشيا وأن اليمن على مشارف بناء دولة مدنية حديثة يحكمها النظام والقانون وأضاف الحاج أن الحرب تقترب من إتمام عامها الأول لكنها لم تحسن بعد وأكد أنه بعد وصول المعارك إلى المحافظات الشرقية والجنوبية بات الحديث عن المعارك التي وصلت مشارف صنعاء علاوة عن استكمال تحريد تعز بالكامل بعد كسر الحصار الجزئي عنها إلى محافظة الضالع حيث تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشيا على تخوم مدينة دمت مراسلنا محمد المريسي زار الخطوط الأمامية للجبهات الشمالية في محافظة الضالع ووافانا بالتقرير التالي نحن الآن في الخطوط الأمامية لجبهة مريس الواقع الشمال محافظة الضالع في هذه الجبهة تدور المعارك لقرابة أكثر من أربعة أشهر بين المقاومة الشعبية مسنونة بالجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي وصالح نلتقي هنا بأحد أفراد الجيش الوطني المساندين للمقاومة الشعبية ليطلعنا عن سير المعارك خلال هذه الفترة وما هي أهم المواجهات التي دارت في هذه الجبهة نحن هنا نقوم بقطع إمدادة العدو وقطع خطوط إمدادة وتعزيتها القادمة من دمت في هذه الجبهة نعتبر صمام أمان لمنطقة مديرية مريس التي تعتبر صمام أمان محافظة الضالع إذن كما سمعتم من أحد أفراد الجيش الوطني يتحدث عن طبيعة المعارك التي تدار هنا خلال هذه الفترة بأن هذه الجبال وهذه المناطق هي جبهات صد لمنع ميليشيات الحوثي التقدم نحو مريس ونحو أيضا محافظة الضالع محمد مريسي قانت بلقيس الضالع وبالعودة إلى آخر التطورات في تعز معنا من هناك رئيس العمليات في اللواء 35 مدرع العقيد عبد الملك الأهدل سيادة العقيد مع تفاصيل الهجوم الذي شنته الميليشي اليوم على قيادة اللواء 35 واستشهاد العميد محمد عون أولا بسم الله الرحمن الرحيم لترحم على روح الشهيد العقيد محمد العظمي رئيس أركان اللواء حاولت الميليشيات القيادية التسلل والهدوم على البواءة الغربية للجواء 35 يومنا هذا تصد لها أبطال اللواء والمقاومة السعبية ودى حرورهم إلا أن هناك بعض القنافة على تلك المجادرة والآن يشعرونها مستقرين ومعسكين للمعسكين ولا يسيروا أحد المصائبين بالله سبحانه وتعالى نعم سيادة العقيد التحديات التي لا تمكنكم من تأمين المعسكر بشكل كامل تسمعني الآن سيادة العقيد نعم سيادة العقيد كنت أسألك عن التحديات التي لا تمكنكم من تأمين المعسكر بشكل كامل إذن يبدو أن هناك إشكالية في الصوت أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد عبد الملك الأهدر رئيس العمليات في اللواء 35 مدرع كنت معنا من تعز إلى محافظة شبوى حيث قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة بدأت عملية عسكرية واسعة لتحرير المناطق التي تتمركز فيها الميليشيا غربية المحافظة وبحسب المصادر فإن قوات تابعة للواء التاسع عشر مشاء والحادي عشر ميكا شنت عملية واسعة من الجهة الشرقية فيما يشارك اللواء 26 مشاء في الجهة الغربية من مديرية حريب بمأرب وتهدف العملية إلى تحرير بيحان وعسيلان حيث تمكنت القوات من التقدم في مواقع الحمى والسليم ومواقع أخرى شرقية بيحان وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية أن المواجهات أسفرت عن مقتل اثني عشر من الميليشيا في معارك ببيحان وعسيلان وبحسب المصادر ذاتها فإن عددا من أفراد الجيش الوطني والمقاومة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك الدائرة بدأت المعركة ولن تتوقف هكذا تقول المؤشرات القادمة من شبوى فخطة تحرير المحافظة فعليا يجري الآن تنفيذها على الأرض وانتقلت القوات في بيحان وعسيلان من حالة التدريب المستمر إلى الهجوم لطالما كانت هذه الاستعدادات جارية خلال الفترات الماضية بطبيعتها لن تفضي إلا إلى الدخول مباشرة في معركة التحرير وهو ما تنتظره المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا منذ شهور الساعات القليلة الماضية شهدت تقدما لوحدات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية إلى مواقع الحما والسليم وبعض المناطق الشرقية من المدينة فخاضت مواجهات مع الميليشيا بغطاء جويا من طيران التحالف سقط فيها عدد من القتلى والجرحى من الطرفين إلى جانب المقاومة والجيش في شبوى يشارك في المعركة اللواء التاسع عشر مشاه واللواء واحد وعشرون ميكا من الجهة الشرقية فيما يشارك اللواء السادس والعشرون مشاه من الجهة الغربية من مديرية حريب بمحافظة مأريب ومعنا من شبوى أركان حرب اللواء تسعة عشر العقيد علي صالح الكليبي سيادة العقيد ما هي المواقع التي بدأت مستعدتها في بيحان وعسيلان سيادة العقيد هل تسمعوني لا لا أشمعك والله لا أشمعك الآن نعم سيادة العقيد كنت سألتك عن الأهم المواقع التي استعدتموها الآن في عسيلان وبيحان منذ انطلاق المعركة سيادة العقيد إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت إذن بالتأكيد سنعود بالاتصال لاحقا قال مرسل قناة بلقيس في حضرموت إن جنديا قتل وأصيب آخر برصاص مسلحين على متن دراجة النارية في مديرية القطن ولا ذو بالفرار عقب العملية وفي السياق ذاته قال محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بوريك إن من أولوياته مكافحة بؤر الإرهاب بمختلف أشكاله واستعادة حضرموت إلى حضنة الدولة المدنية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا ودينيا وثقافيا وأضف بن بوريك في تصريحات صحفي أنه سيعمل في المرحلة الحالية على مشاركة أبناء المحافظة معاناتهم اليومية المتمثلة في تدني الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية اغتال مسلحان مجهولان دبلوماسيا متقاعدا في محافظة لحج وقال مصدر محلي إن مسلحين يستقلان دراجة نارية هاجم الدبلوماسي طالب الثقاف أثناء مرور سيارته في الطريق الرابطي بين منطقتين صبر والوهد وأطلق عليه النار ما أدى إلى وفاته فورا والثقاف دبلوماسي يمني متقاعد عمل في عدد من البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج كملحق في الرياض وسفير لدى أثيوبيا ونبقى في محافظة لحج حيث أقيمت ورشة تدريبية في مركز الصم والبكم وتهدف إلى الحد من المشكلات الاجتماعية لدى الأطفال تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلنا مختار شعتل الدخول إلى جمعية الصم والبكم يشعرك أنك تدخل عالما آخر فهنا لا تستطيع الحديث كأنك في بلد يتحدث بلغة أخرى رغم أننا في منطقة واحدة وليست أي لغة إنها لغة إشارة حيث يظل الصمت والعجز سيد الموقف لمن لا يستطيع فهم لغتهم وأمام هذا الوضع بدرت مؤسسة القمدان التنموية الاجتماعية بتنفيذ برنامج تنمية مهارة الانتباه والتركيز لديهم على ثلاث مراحل وبسلوب خاصة للمراحل التعليمية الأولى تسهم في انتشارهم من دائرة الإنطلاق إلى العالم الأوسع الهدف منه هو تبسيط العملية التعليمية لديه احتاجات خاصة بالإضافة الحد من ظهور المشكلات الاجتماعية لدى الأطفال مثل الأمطوى العدوانية تأتي هذه الورشة في ظل أوضاع مزرية تعيشها الجمعية فهي غير مهيئة لأن تكون منبرا للعلم فالفصول بلا أبواب والستائر هي الحاجز بينهم والكادر التعليمي وإن كان عددهم أقل فهو يفتقر إلى تأهيل بالنسبة للصفوف الدراسية للصوم البكم غير مهيئة لأن كل فاصل نقصمه إلى فصلين أو أحيانا ثلاثة فصول وبالنسبة للطالب الأسم لا بد أن يكون الفاصل مهيئ من خلال الرسومات ومن خلال إعداد الدارس وتحضيره بكافة الوسائل الدورات التدريبية للمعلمين هي دورات بسيطة جدا قياب الدور الحكومي تقاه هذه الفئة خلال السنوات الماضية دفع بإدارة الجمعية البحث عن دخل آخر تمثل في المشغولات اليدوية التي حولت طاقاتهم المهدورة إلى طاقات تسم في عملية الإنتاج تعود للجمعية بمصادر دخل تسد ولو جزء يسير من احتياجات الجمعية الأشغال اليدوية لقوم بها مجموعة من الطلاب والطالبات بعمل هذه الحاجات فيتم بيعها واسترقائها تصرفها لهم في أشياء خاصة بالجمعية تسعون طالبا وطالبة في فصول لا تستطيع استيعاب هذا العدد من طلاب بسبب ذيق غرفها فهي غير صالحة لأن تكون مكانا لطلاب العلم المبنى لم يسلم هو الآخر من التدمير جراء تفجير الذي لحق بإدارة أمن لحق بداية العام الحالي للجمعية التي تعاني من الإهمال وضعف الإمكانيات مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق أكد وزير السياحة معمر الإرياني أن قرار منع البيع والتصرف بأراضي جزيرة سقطرة ما زال معتمدا حتى اليوم وأوضح الوزير الإرياني أن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في سقطرة خصوصا في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل يعتبر لاغيا بحكم القانون وأكد الإرياني أن أي عملية بناء سيتم التعامل معها بحزم وصرامة خلال الفترة المقبلة داعين السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف أي عبث أو تصرف من شأنه تدمير الخصوصية التي تتميز بها السقطرة في محافظة عدن بدأت اللجنة الإغاثية العليا دورة تدريبية لدعم الخدمات الصحية في المدينة وتعاني المدينة من استمرار الأوضاع الصحية المتدهورة جراء الحرب التي تعرضت لها المدينة من قبل الميليشيا التفاصيل في التقرير التالي تستمر العمليات الإغاثية في مدينة عدن بعد سبعة أشهر من انتهاء حرب خلفت وراءها دماراً في الممتلكات العامة والخاصة وكثيراً من الجروح والأوبئة آخر هذه الأعمال نفذتها اللجنة الإغاثية الكويتية ضمن برنامج دعم الخدمات الصحية في المدينة تنشط اللجنة أغيرها من الجان الغاثية في عدن لإزعاف مدينة تحتاج لما هو أكثر من مجرد دورة تدريبية فالأوبئة والأمراض باتت أكثر فتكاً بالناس وهي أحد الويلات التي عانت منها المحافظات التي شهدت حرباً ومواجهات خصوصاً بعد انهيار منظومة الخدمات الصحية ووقوفها عاجزة بسبب شح الإمكانات مما جعل الوضع الصحي أكثر كارثية المصابون بالأمراض المزمنة افتقدوا الكثير من الرعاية وعانوا من شح الأدوية بسبب ظروف الحرب وترد الأوضاع الاقتصادية القطاع الصحي الخدمي ما زال متعثراً ويكشف الكثير من الحقائق عن مدى قدرة الحكومة على الإفلات من قفضة الفوضى والعشوائية التي تسيطر على أدائها في كافة المجالات نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوي المبعوث الأممي يبدأ زيارة إلى صنعاء لبحث عودة الأطراف اليمنية إلى محادثات السلام مقتل قائد عسكري في الجيش الوطني بتعز واشتداد المعارك في عدد من جبهات القتال الجيش والمقاومة في شبه يبدأان عملية واسعة لتحرير بيحان وعسيلان من الميليشيا نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة